السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع التدرب على حل وضعية المشكلة بتحديد العلاقة بين خاصيات المفاهيم إذن دعونا نبدأ اقتنى فلاح قطعة أرض وغرس بها الأشجار التالية 29 شجرة مشمش أشجار خوخ عددها أقل من أشجار مشمش بخمسة أشجار إجاص عددها أكبر من عدد أشجار الخوخ بثمانية أحسب عدد الأشجار من كل نوع لدينا 29 شجرة مشمش عدد أشجار الخوخ هو 29 ناقص 5 يساوي 24 إذن لدينا 24 شجرة خوخ عدد أشجار الإجاص هو 24 زائد 8 يساوي 32 إذن لدينا 32 شجرة إجاص أحسب عدد الأشجار المغروسة عدد الأشجار المغروسة 29 مع 24 مع 32 يساوي 85 شجرة أولاً أضع علامة X أمام الإجابة الصحيحة لحساب عدد أشجار الخوخ أنجز عملية طرح لحساب عدد أشجار الإجاص أنجز عملية جمع لحساب عدد الأشجار المغروسة أنجز عملية جمع الوضعية الثانية صنف السيد مصطفى التلاميذ حسب سنة الولادة فتحصل على الجدول التالي أتم فراغات الجدول أولاً أضع علامة X أمام الإجابة الصحيحة لحساب عدد التلاميذ المولودين سنة 2008 أنجز عملية جمع لحساب عدد البنات المولودات سنة 2009 أنجز عملية طرح لحساب عدد التلاميذ في القصف أنجز عملية جمع لحساب عدد الأولاد بالسنة الثانية أنجز عملية طرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر